مراكز مغربي للأسنان لابتسامة دائمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا دكتور عبد الرحمن برزنجي استشاري التركيبات والتجميل للأسنان في مستشفيات ومراكز مغربي والرئيس التنفيذي للتشغيل لمستشفيات ومراكز مغربي أنا بدأت حياتي المهنية من 20 سنة كطبيب أسنان أنا أحد خرجين جامعة تفس من ولاية المتحدة الأمريكية وحاصل على الزمالة الأمريكية في سنة 2000 يعني من 18 سنة وبدأت عملي في مستشفيات ومراكز مغربي من أول ما رجعت من ولاية المتحدة الأمريكية تخصص هو تجميل الأسنان وهو لشغل الناس في الفترة الحالية يا دكتور نحن نبغى نصلح أسناننا نبغى نعمل ابتسامة حلوة نبغى نعمل ألوان حلوة للأسنان أنا اليوم المشروع هذا طبعا شيء كبير جدا ما نقدر نلم بكل أطرافه لكن أنا أبغى أتكلم إيش هي احتياجات المريض ومتى تكون احتياجات المريض لمجدوع تجميل الأسنان أو تغيير الابتسامة أو اللون بيكون فيها كريتيريا كثيرة الشيء ما بيتعمل بطريقة عشوائية زي ما بيحصل في بعض الأماكن لكن يبغى لها دراسة كاملة قبل بدء العلاج طب الأسنان تطور بشكل كبير أقول في آخر 7 إلى 8 سنوات في موضوع تجميل الأسنان فلما بيجينا المريض اليوم ويقعد على الكرسي وبتدي يحكي مشكلته دائما بيتكلم هو المريض من وجهة نظره لكن مش من وجهة نظر العلاج لو إحنا حنتكلم عن بعض العلاجات اللي بتتم ممكن بتكون منها مصبوطة وبجينا بعد المرضى بأعراض أو أدرار جانبية كبيرة بعد عمليات تجميل الأسنان إحنا ممكن بنستغرق في مستشفات ومراكز مغربية وفي عدد التجميل بالذات على أقل زيارتين أو ثلاثة مع المريض لنعرف هو إيش مشاكله بيتقر خلال تصوير ومجاسات قبل وضع قطة العلاج والبدء فيها إحنا في المملكة العربية السعودية عدد المرضى اللي عندهم مشكلة فيه ألوان الأسنان كبير جدا في بعض المناطق نتيجة بوجود المياه الجوفية في بعض الأماكن مثل منطقة مكة والمنطقة الجنوبية منطقة مكة عندهم موجودين في الموية فبتأثر على شكل أو لون مشكل على لون الأسنان بالذات لما بنيجي نتكلم في موضوع تجميل الأسنان بيجينا المريض بيتكلم على كلمة يا دكتور أنا أبغى أعمل فينير كلمة الفينير دي كلمة كبيرة جدا ولازم تشرح للمريض بطريقة سليمة قصدي يعني إيش إن إحنا اليوم لما نيجي نعمل تخطيط بعمل القشرات وتخطيط أسطح الأسنان عشان نخفي الألوان أو العيوب الموجود فيها في بعض المرضى بيكونوا قروا أو شافوا أو طلعوا بيقولوا أن اليوم أنا لو سويت هذا العلاج معناها أنه هذا العلاج ريفيرسبل أو أن ريفيرسبل معناها أنه ممكن أرجع إلى ما كنت إليه هذا شيء غير صحيح لأنه في بعض الناس اللي بيكون عندهم تلويم داخلي في الأسنان ما هو خارجي ما هو سطحي الدكتور بيضطر أنه بيشيل طبقة كبيرة من الطبقة الطبقة الإنامل أو طبقة المينة في الأسنان فبعد كده بيستعيضها بقشرات الخزف أو البورسلين الموجودة لو إحنا جلنا طبقة كبيرة من الأسنان فمعناها هذا مستحيل أنه يرجع المريض بعد فترة زمنية يرجعون رجعني لما كنت إليه فهذا لن يسير لكن لو نيجي نتكلم عن مادة اللامينيرز اللي هي بتصلح دفكتس أو عيوب قليلة جداً في الأسنان ممكن تكون هذا العلاج أنه ممكن لو مريض لو ما يبغى يكمل العلاج أو قرر في يوم الأيام أنه يشيل اللامينيرز ممكن يكون هذا للمعظم الناس اللي عارفينه لكن أنا بقول من مجال خبرتي أنه الفينير هو علاج دائم لا يمكن للسن أن يرجع إلى وضع الطبيعي نهائياً ما هو علاج طبيض لأنه بعض المرضى بيكونوا متوقعين هذا الشيء وفي بعض الأطباء ممكن يبيعوا الفكرة للمريض بهذه الطريقة لكن خلينا اليوم نقول واحد اثنين ثلاثة إيش هي المريض متى يحتاج زي ما قلنا في المملكة منتشر جداً موضوع التلوين في بعض المناطق حاجة ألوان الأسنان في بعض الناس بيكون عندهم تكاستر في أطراف الأسنان فهذه ممكن يستغل لها بالفينير هي كلمة الفينير إنه إحنا نمنع البرد الكامل للسن المحافظة على كيان السن المريض دائماً لما بيكون ما بردنا أسنانه كاملة وخاصة من ناحية اللسان من ناحية الداخلية للفم بيشعر بالناتشراليتي أو بالطبيعة اللي موجود فيها بس هل هو موضوع جشرة بتركب على السن؟ لا طبعاً قبل ما نحط الجشرة على السن هذه لازم نشوف الاسمايل بتاع المريض لازم يدرس في الطريقة تماماً أطوال الأسنان النطق حاجة المريض بعد ما نعمل الاستعابة للشيء ده ممكن يكون سليم في بعض المرضى بيجونا بعد ما بعملوا عمليات الفينير في بعض الأماكن بيجي يكون مخارج الحروف حاجته مش مزبوطة إنه تعمل بطريقة عشوائية والدكتور ما حافظ على بعض الكريتيريا الموجودة في العلاج الشيء الثاني أنواع الفينير وممكن الكلمة بتتقلل الناس يا دكتور أنتوا أسعاركم مرة غالية هو الغلو والسعر بيعتمد على المادنة المستخدمة مستشفات ومراكز مغربي في كل مراكز الأسنان الموجودة فيها بتستخدم مادنة معينة بتنطبق على جميع المرضى وما عندنا كاتجوري أو نقول اختلاف المواد الموجودة لأنه المادة اللي بنستخدمها هي المادة الصحية للسن وللتا زي ما تكلم عن الإيماكس وممكن هو ده حين هو أشهر شيء في علاج الفينير والتركيبات العامة هو الزركون بس أنا أبغى أدي رسالة لمرضايا أو لناس المشاهدين اليوم إن أنا بيجي أيادتي لو قلنا عشرة مرضى يطلبوا علاج الفينير أما بيساوي الأكثر من اثنين أو ثلاثة مرضى تلاتين في المية بعالجهم وسبعين في المية ما يحتاج لأنه في بعض الأحيان إحنا ما نقدر نضيف للحالة ونوصل المريض الذي يبغى أو في بعض الأحيان بيكون كلمة حرام وفي بعض المرضى بيجونا بيقولون لك حرام نبرد السن وهذه كلمة مزبوطة إنه إحنا يوصل للشيء اللي هو يبغاه على أساس إنه بعد سنين حيرجع لي بعد عشرة سنوات حيرجع يعيد نفس الموضوع هذا فهو في البداية هو ما يحتاجه فلازم إحنا بنكون في اختيار الحالة بنكون دقيقين جداً إنه إحنا في الأول والآخر عدينا للمريض صحة الفمه مظهر جميل وإنه الحالة فعلاً هو يحتاجها لكن هي منها موضة ومنها شيء نمشي فيه مع العصر إنه إحنا نقدر نعمل كليكشن لفلوس من المرضى لكن بالعكس هي علاج وعلاج موجود من سنين يمكن ظهر الفترة هذه لإنه الناس متجهين للتجميل الفترة هذه كل الناس حابين يعملوا شيء هذا وفعلاً هو علم تطور لأنه حتى موضوع تجميل الأسنان سار يتعامل في بعض المراكز ومراكز التجميل مش تبع لعادات الأسنان فقط فأتمنى أن تكون الرسالة اللي أنا بلغتها اليوم أنه هو اختيار المكان واختيار الطبيب واختيار الحالة بدقة هي ستوصل الإنسان أو المريض إن شاء الله إلى النجاح المرجوع شكراً جزيلاً مراكز مغربي للأسنان لابتسامة دائمة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة